انا شفت الجوكر يا جماعة شفت فيلم الجوكر رائع شفته بالانجليزي والترجمة توركي معاناة بقى معاناة والله بجد ولان انا واخد ان انا اتفرج على الافلام الامريكاني ابص على الترجمة فبقيت ابص على الترجمة برضو فلاها توركي طبعا الانجليزي شوية الواحد ممكن ينفهم لكن التوركي بالنسبة لي صعب لكن بصرف النظر عن مستوى تحصيلك في اللغة الانجليزية انما انت قدام فيلم رائع الممثل خوكين ده عقري المخرج حاجة جامدة جدي مدير التصوير مبدع المزيكة حلوة حلوة جدا الفيلم حلو صحيح الفصل الاول في الفيلم بطيء شويتين لكن كان فيه بطء سنة بس دي بعض الناس بيفكروا كده في السينما يعمل حاجة بطيئة كده وبعدين تلاقي الحداثة تصارع تاوي فانت هتستحمل شوية اول فصل تقريبا اول فصل في الفيلم لكن بعد كده بتدخل في مناطق انسانية رهيبة جدا رهيبة ومؤلمة لكن جمال الصورة على الرغم لما اقول لك جمال الصورة تفتكر انه مصور في حياتة تبقى فضيع لا خالص ده مصور في اسوأ احياء امريكا زبالة في كل حتة وحاجة لكن ادري الفنان ده المخرج لا وده 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 بيسموه عندنا في فانتشكيل الخبرة الجمالية ازاي تعمل زي بيقولوا بالبلد من الفسيخ شرباط ازاي تعمل من مكان رديق الصورة حلوة مش حلوة بالزبالة لا يعني مثلا هو ساكن في حتة صعبة جدا لانه هو مستوى يعني يعني ضايع يعني ممثل كوميدي بيشتغل في مصرح كده بسيط هو الممثل بطل يعني ارثر ده وعيش في شقة في عمارة بسيطة جدا مع امه في شقة بسيطة جدا وهو بيروح كل يوم ماشي فهو بيعدي على مناطق زبالة وحشة جدا لكن المخرج قدر في لحظات يطلع لك من الزبالة دي مشهد جميل بالنور بالإضاءة بالمزيكة بأداء الممثل نفسه يعني لما لبس الطاقم بتاع المهرج ده بالبدلة الحمراء والفيست الأصفر من تحت ونازل السلالم بيروس مبدع حتى ان محطات المترو اللي صور فيها محطات قديمة جدا ورديقة جدا لكن قدر الرجل يطلع منها شطات حلوة جدا وده دي خبرة عين بقى ازاي العين بتاع بطبعا بتاع الار ديريكتور وبتاع موديل الإضاءة وبتاع المخرج القصة مهاش واحد كده بيمزاجه يعني أداء الممثل أنا رأيي إنه ياخد الأسكر مش رأيي أنا بس رأيي أحد شاب فيلم الممثل ده جماعة بجد تعب على دوره قوي وقدر يتقن دور أو مش أو يعني يتقن مرض نفسي بيسموه بص أي فيلم بيكلم على مرض نفسي لا علاقة لهم المرض النفسي يعني لما بيجوا متخصصين في الطب النفسي يشرحوا الفيلم فبيطلعوه في شينك على رأسهم فيلم سايكو بتاع هيتشكوك مثلا في فيلم سايكو الراجل عنده حاجة اسمها آآ شيزوفرينيا أو سكيزوفرينيا علماء نفسي تكلموا على الشخصية قال له غلط اللي عاملوا في الفيلم غلط لأن الوقت بيلعب دور أمه ودوره نفسه وبيتكلم بصوت أصوات شخصيات وحاجات مين دي فلما تقرى كتب التحليل النفسي للفيلم ده كل العلماء قالوا لا مش هو ده المرض الوقت خواكين ده بقى في الفيلم ده بيلعب دور مريض نفسي بمرض اسمه التأثير البصري الكاذب وده مرض نفسي بيصيب شخص فتلاقيه مش عارف يسيطر على ضحكه ولا على بكاؤه فبيتحك طول الفيلم ضحكة اللي بيسمعها منه في الفيلم بيحسنه بيستفزه بينما هو مش بيستفزه وبيقضي اعتذر وبيعمل كده بيتحك ضحكة بشعة كده غصب عنه بتطلع ويبكي غصب عنه الوقت قدر يعملوا الدور ده ببراعة شديدة ده غير انه خس بقى وغير اداءه الجسدي اداءه الحركي وبيتكلم يعني لما بيكلم حد عنده اداء كده غريب جدا في اداء جسمه رائع جدا المناظر كل شيء في الفيلم حلو جدا حتى لو يعني طبعا انتوا هتحضروا في مصر بالترجمة وده بيختكوا فيه لكن انا كنت بيتحاول عشان وكنت بقعد في الصفوف الاولى في السينما صغيرة فكنت بجيب الكادر من اول الاخر وكده بالمشوار يعني يعني مش بعيد كده لكن هو فيلم يستحق اسكر اخراج واسكر تمثيل بصراحة اما الموسيقى فكانت مبدعة مبدعة لدرجة ان الموسيقى لو تشالت من الفيلم هتحس بازم البلا جدا لانها بتقولك ايه اللي حصل في المشهد ده و ايه اللي الكلام مقلهوش و ايه اللي اداء الممثل مقلهوش لكن هتوقف عن مشهد واحد بقت و انا خارج من السينما قلت البنتي المشهد ده بيفكرني بمشهد في فيلم في المشهد ده بيركب اه اه اخوكين المترو الواء ارسر ده بيركب المترو ففيه تلت رجالة كده لابسين كويس قوي بيتريعوا على بنت قاعدة في المترو والعربية فاضية اه فبيقتلهم يعني تنتهي المشهد انه يقتلهم في نفس المترو ده بيطردوا البوليس فهو بيجري يخش المترو في مشهد بعد كده يعني يطردوا البوليس في خش المترو ويستخبى بين الناس فبالصوت فالناس كانت لابسة ماسك الجوكر فهو يستخبى وسطهم فالناس تتخانق مع الشرطة فيبتدوا يضربوا التلاتة او الاتنين بتوع الشرطة اللي بيطردوه فالمترو كله ينفجر فالضرب يشتغل فتتدخل رجال البوليس يسندوا زميلهم فيحصل مشهد كده ما بين الناس وبين الشرطة يضربوا بعض فهو بيخرج من المشهد ده وورا الناس بتتخانق وفي دعم شرطة جاي كده من ناحية الخناء جاي كده عكسي يعني وهو ماشي بيرقص بطريقته كده وبيغني المشهد ده فكرني بالجوكر الاولاني في مشهد في الجوكر الاولاني البطل دخل مبنى وفجره فهو بيفجره ماشي كده والمبنى بيتفجر وراه هو هنا في الفيلم القديم المبنى بيتفجر وهو ماشي قدام والتفجير وراه لدرجة ان حصل غلطة في التفجير هنا ان المبنى ما تفجرش كما عايزه المخرج فاضطر البطل اللي بتاع الفيلم يضرب بنص نظرة كده ويلهيك عن ان الانفجار ما حصلش بشكل قوي يلهيك بقى داء جاسدي كده هنا بقى المترو بينفجر ضرب نار في بعض الناس بصدرب في بعض وهو خارج بيروس فكأنه ده اهداء الى المشهد الاولاني اللي في الفيلم الاولاني اما عن دينيرو في الفيلم فحد سوالا حرق وجود دينيرو في الفيلم اضاف للفيلم كتير جدا وانا باستغرب ازاي ممثل بعبقرية دينيرو يقدر يعمل دور اتعامل عليه في سنة 84 في سنة 84 عمل دينيرو دور في فيلم انه واحد دمه تقيل عايز يقدم في برنامج كوميدي مشفور فبيطلع يروح يقدم فالموزيع يستتقل دمه بقى ويترازل عليه ويكسفه قدام الناس دينيرو السنة دي بيلعب دور الموزيع اللي كان في فيلم 84 مكياجه طريقة تسريحته اداءه كلاسيك جدا وانت بتتفرج على الفيلم تفتكر فيلم دينيرو لما كان عامل الدور بتاع البلياتشو اللي كان رايح للموزيع الاولاني مش هتول بس هو فيلم يستحق المشاهدة ويستحق الاوسكر ما حرقتش يا علي ولا حاجة والله ما حرقت ولا حاجة ده انا علقت على مشاهد بس يا علي عادي يعني طب ايه علي اسكت يعني اوكي اسكت الجوكر يستحق انا من وجه تنظر لو انا اللي عاده لاجنة التحكيم جايزة في المزيكة في التصوير في الاخراج وايضا في الاداء اه اداء اخوانكيم فينيكس ده حاجة فوق ما يمكن ان تتصوره من الروعة فوق اه لكن لازم اتوقف برضو عند مشهد صغير قوي حسن ما بين روبرد نيرو وخوكين وده يقولك ان الاستاذ يظل الاستاذ قبل ما يطلع اخوكين يعمل دور بتاعه في اللقاء مع دينيرو في التلفزيون يعني بيخش دينيرو عليه قط المكياج فبيقوله انت مستعد وانت هتعمل كذا وبتاع فخوكين يقوله انا مفسود جدا ان انا هطلع معاك يعني حاجات لطيفة جدا فيمشي دينيرو ومع المساعد بتاعه فخوكين يقوله لا لحظة واحدة بس عايزك تناديني لما تتكلم عني تناديني باسم الجوكر فشفت نظرة في عين دينيرو كده اوه طبعا مستغرب ليه الجوكر ليه انا ديك اللي استسمك ارثر بس واستغرب قوي انت مجنون ولا عائل كل اللي انا قلته ده بقى عمله بنظرة عين دينيرو فتحس ان دينيرو استاذ وسيظل استاذ على كل حال يعني اما عن مشهد البرنامج التلفزيوني حاجة يا جماعة بجد 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 ده الست اللي قاعدة اللي جاباها كومبارس مسلت جات نميلة في حظنا الحباب انا معلش عني احنا كنا في فقرة الجرايت صح المنشتات انا قاسب جدا بقى انا اتكلم عن دينيرو تلجعوني للسيسي كان نفس اقطع الجورنال ده بس اقطعه اقطعه مبدئيا عشان اطلع فاصل واستقبل نصف دينيا اليوم السابق